هل أعرف أنك كنت غيران شوية من موهبة أحمد سعد في البرنامج؟ في سعد وسعد؟ أنا كنت غيران من صوته أحمد سعد عمري مقليل منه أبداً خدي المفاجأة كنت غيران من صوته شوية أنت أنت مونة حطلي برشام في العصير اللي دوتولي جوه عشان كده أصريح معاك والله أبداً أنت اللي طلعت قلبه ميت بجد أنا خلفت عيل من قمة أسبوع وسميته أحمد سعد بجد؟ من حبي في أحمد سعد وعشان أبقى صرحة والله العظيم تلاتة والله العظيم ده اللي حصل أول ما خلفت رحت أمي قيتلي أولا تسل بأحمد ليه ياما عايز أحمد؟ قيتلي تسل بي بس تصلت بأحمد سعد كان في دبي فيه ياما قيتلي الوقت هي سمي أحمد قلت له ما حلمت فيه أجي تلقى تسمي أحمد قلت له خلاص ياما وسميته أحمد سعد من حبي في أحمد سعد لكن عمري ما عرف أغير من حد أبداً أنا غيران من صوته يا ابن اللعبة إيه الصوت الجميل ده؟ لكن مش غيرانا مش حقده ومش نفتنا تجرؤ تقول إن الراقصات اللي بيظهروا معاك في أفلامك هم سبب رئيسي في نجاح الأفلام دي؟ أجرؤ أقولك ولا واحدة فيه من نجحة فيلم هو ربنا سوحات علا بيبقى رادي إن الفيلم ده ينجح وسط دينا هو اللي وقف وسط البلد مش صوت سعد مظلومة يا عيني كانتش موجودة بنتكلم على نجاح الفيلم والتوابير اللي كانت على شباك التذاكر مش هادر أقولك دينا الوحدة يا اللي نجحة أكيد كان فيها عوامل تانية من نجحة الفيلم بس دينا عامل أساسي إن هي نجحة الفيلم يعني بطلات أفلامك ليهم دور مهم طبعا طبعا دينا بالذات مشان دينا محبوبة من رجالة ومن الحريب يعني أنا مراتي ما تغيرش منها أبدا وأنت ما تفرج على تحبيها طبعا فهي عامل أساسي في فيلم إن هي نجحة الشارع الهرب هل تجرؤ تقول لنا مين المطرب الشعبي رقم واحد في مصر دلوقتي؟ سؤال صعب؟ لا أنا بس عشان بس صعب أعيز أعرف حقايمه إزاي هل هو شغال كتير جدا؟ ولا أنت عايزة بصوته؟ صوته؟ صوته؟ موهبته؟ رقم واحد شعبي؟ شعبي؟ وما عندناش مطرب شعبي رقم واحد أنا بس عشان المطربين التانية ما تزعلوش مني اللي أنا هقول اسمه دوت رجال ده بسافر كتير جدا جدا وليه مهرجان وغنى مع ناس عالمين فأعتبر نمرة واحد حكيم 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 رقم واحد